موضوع التصوير لدرجة أن أنا بنسى الإفنت مثلا وأعد أتصور سيلفي حتى مش بكتفي بصورة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة حاجة تفعد النفس جدا بحس بذاتي حتى بنتنقش كثيرا أنا وزوجي في موضوع التقاط الصور أنه ده قد يجلب بعض المشاكل ولكني بحس أن أنا مرتبطة ارتباط وثيق بموضوع تخليد الذكرى إلى حد ما لكن لماذا تشعرك هذه الصورة بذاتك بدلا من أن تتمتعي باللحظة ذاتها بدلا من أن تتمتعي بالحدث خاصة أنك تشيرين إلى أحداث إيجابية يعني فرح تجمع عائلي أيضا في التقاط الصور ده بيجلب السعادة ويجلب الفرح أني أنا بشوف الصورة أو بتحسي بذاتك بجمالك أو صورة بتبقى حلوة أو يعني أنا معرفش أنا بربط دايما التقاط الصور بشخصية نفسها يعني أنا مثلا بحب أشارك الصور دي على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو هو ده بيبقى أهم عندي من الحدث نفسه أو يمكن بيذكرني بالحدث على المدل يذكرك أم لإثارة التنافس مع نساء أخريات كما تتحدث هذه الدراسة نعم بالفعل قد يكون أيضا ده سبب يعني هو مش بدرجة كبيرة ولكن يحدث التنافس إلى حد ما لما في حد بيسافر مكان زي مثلا مكان فيه حدرة فيه مكان رائع أنت بتي بقي جميلة في يوم من الأيام في أبن بيبقى شكلك حلوة لك مدأنقة إلى حد ما حتى يعني لك فأفضل ما عندك مثلا صديقة ليكي بتروح المكان ده فبتحسي بروح من أنك بتتمني أيضا لو كنت أنت في نفس المكان فبالتالي أول ما تدح ليك الفرصة بتلتقي في الصورة اللي بتدح فرصة التنافس يعني ترجمة نانسي قنقر